على دوره في الحد من العجز الميزان التجاري وبش نحكيه على الوضعية اليوم منتع التصدير في بلادنا حذر بحذينا سيفوئد قديش رئيس كونكتا انتغ ناسيونال مرحبا شكرا مرحبا وبركاله فيكم عداء ومرحبا بكل المستمعين يا عيشك مرحبا بيك دونك يتخليني نبدأ بشوية أرقام بشوية معطيات ومع كنتي بش نحل له شوية الوضعية اليوم وإحنا كيفش نتعامله مع التصدير اليوم في بلادنا تقريبا فما عنا 6 ألف مصدر في تونس في مختلف القطاعات منها 3 ألف من الشركات الخارجية تتوزع البقية بين شركات التجارة الدولية ومؤسسات الصناعة والخدمات اللي تمارس نشاط التصدير الصادرات التونسية تتواجه الخمسة قرات 75 منها نحو أوروبا نلقاو بينما نحكيه على السوق الإفريقية نلقاو 3 بالمئة وفما هدف وإلى الطموح نوصله لنسبة 5 بالمئة فما أسواق أخرين ما زلنا ما نحكيوش عليهم برشا وما فميشش عليهم برشا إقبال كيما روسيا تون بعد ما كانت يجيو نحكيو أما إقبال هيت ما كانت يخليك سيفوئي تفسر لنا اليوم الوظاية متاعنا في بلادنا اليوم كيفش قاعدين نتعاملوا معها احنا التصدير بما أنه التصدير جزء مهم من هو مهم في عملية الحد من العجز المتع الميزان التي جيجي شكرا برك الله وفيك أنا نعتبر التصدير عقلي من يش منتميل حتى فريق من الفرق هو ما الاسم العقلية يزيمها تكون موجودة بش نجمه نصدره كان معناش العقلية التصديرية معناش كل ما يحيط المحيط القريب ولا البعيد متاع المصدر يلزم يكون يدز نحو التصدير نبدأ بالعقلية الشعبوية اللي قاعدين نلاحظوا فيها أنه المصدر اليوم قاعد ينحي من فم التونسي ويعطي لفم الأجنبي العقلية هذية زي ما تنحب رأوا المصدر جندي من جنود البلد اللي قاعد يكافح ويناظل ويأخو في ريسك ويطلع في الطيرات ويتشعبط ويبيت في وطيل خايب وغدوة يتهنتل مع الديوانة متاع البلد الفلانية بش نوصلوا نعملوا شي فردفير الاكسبورتاشون بش نوصلوا اليوم ما تكونش عنزم أزمة متاع السكر بش نوصلوا اليوم ما عناش أزمة متاع زيد بش نوصلوا نجيبوا من أحسن الأسواق هذا المورد عادت ومش المصدر بالطبيعة المصدر اللي بش يجيب فلوس للمورد هذي المعنى متاع كلمي خاطر ما غير دوفيز ماكش مش تنجم تجيب الفاكسين تاع الكوفيد وماكش مش تجيب السكر وماكش مش تجيب اللغة لذا هو أي لازم تكون المكينة التصديرية ماكينة تخدم ما غير عرقيل اللي قاعدين نلاحظوه في بلادنا مع الأسف الشديد ومن بعد الثورة أنا نقول حتى قاعدة المكينة هذية الجريب الكوانس عمال كل عام يخرج المصدرين يزيدون عرقيل تزيدهم صعوبات تزيدهم ديزوبستاكل ماعادش فماك الروح عام سبعة وتسعين وين نظام الأقديم خلق المجلس الأعلى للتصدير اللي يعطى للشباب الفرصة بش يصدروا وهنا كانت فرصة للتشغيل الشباب مع أنتها شباب خارجين من الإيس جي ولا خارجين من أي جامعة تونسية يتلموا مع بعضهم ويعملوا شركة كوميرس انترنسيونال اللي حكيت عليها سيادتك برأس مال عشرين ألف دينار حاشة خارق لعدم ومكنت الشباب هذية باش عملوا نجاحات على أفريقيا ونرجع على موضوع أفريقيا اللي مهم في الحكاية هذية العقلية نحسوها غايبة عند المشرع ونحسوها غايبة عند العباد اللي من المفروض تكون تأثر في التصدير نحسو هالعقلية غايبة تماما هكا علش احنا في كونيكت انترنسيونال وفي كونيكت بسيفة عامل ناديو اللي التصدير راهوا عقلية وسيبوا التصدير خلي العباد تختم منا طلبين حاج شي هات العباد تختم وعن برشة تقاترة هوسي فؤيدة احنا أصلا في نيقي احنا تجار في دمنا وفما رجال وإنساء خدموا الصورة الباهية متاع تونس في أفريقيا بورقيبالا يرحموا اللي كاسكبلو اللي هبطوا ولكونجو وعملوا عميل تشرف برشة توينسا دونك عنا لقبول ورضاية الرسول هذي مناش قاعدين نستقلو فيه عنا مساندة حركات تحرر في أفريقيا بعد الاستقلال مهم برشة موجود وهذا قاعد دحضينا باحترام كبير من الدول الأفريقية انا نذكر حتى رئيس الجابون بانجو كذا في الوقت الاخر كاس أفريقيا في اسباه المنتخب تونسي الكورتلياد كان يجامل فيهم ويتذكر في عهد الزعيم لحبيب بورقيبة ومساندة حركات التحر في أفريقيا هذا الموضوع اللي أثيرها في الوقت هذيك فهمتني فصمعة مهمة برشة ومطالبين باستغلالها وكيما كنت تحكي معناها علاقاتنا مع أفريقيا التاريخية ترجع لعهد قرطاج رحلات حنون وغيره وما معناها استتبعها من تجارة وانشاء مرافق في أفريقيا الغربية إلى حدود الكامرون والجابون معناها على طول السحل الغربي برك الله فيك هذا كلام الكل صحيح ونتأسف وإحنا كونكت الدولية تعمل دي ميشيون على أفريقيا آخر ميشيون تعاملت على موريتانيا باركزامل الاستقبال اللي يستقبلونا به والحظوة اللي حذونا بها والإرادة أنه نتعاملوا معهم وأنه نتطوروا العمليات في المنبر هذي جيت وحكيت على موريتانيا وانتماء الاتحاد المغرب العربي وكيفاش ما ناش مستغلين بالكل التسهيلات اللي يعطوهنا في الإطار هذي نحب نرجع للأرقام كانت تسمح نحكيه على 24% زيادة في التصدير هكا ولا ونحكيه على 34% زيادة في التوريط هذوما أرقام أوت 21 أوت كان نحلوها مشوية هالأرقام نحن نفهمه برشحويش نحن نشوفه في في الـ 24% هذوما ارتفاع الصاديرات نحن نشوفه الأرقام ملقاه الفوسفات وبرك الله فيهم الصولط الكل اللي بحكم انه الفوسفات كما تعرفوا السعر متاعه تضرب في التلاثة تقريبا عملنا ارتفاع في قيمة الصاديرات متاع البروديومينية والفوسفات بـ 75% معناتها نجم نقول لك اللي الـ 24% هذوما جايين من الفوسفات أساسا وهنا تدخل العقلية انتي كمشرع وكدولة اسكو الهدف متاعك انك تصدر المنتوجات متاع الدولة ولا تعطي للشباب الامكانية انه يدخلك الاسقاع افريقي ويحلك مرشية جدد ويبنيلك للمستقبل خاتر موش متاع اليوم باركرا متاع مستقبل متاع اجيال احنا نلقا وقديمنا المغاربة وقديمنا الاتراك وقديمنا الشنوة اللي قبل كنا عنا كنا كما نقول بالعالمية نكوروا وحدنا ما كانوش موجودين اليوم بعد عشرة سنين وكانوا بش نواصلوا في المنحة هذي رانا بش نضيعها بلسطنا في الفريقيا وكبرى الدول راهي اليوم قاعدة جاية لفريقيا وقاعدة تتجاهل لفريقيا في وقت احنا مازلنا خليفة بالمئة معنا احنا كنا سباقين هذي اليوجع القلب راه رانا كنا سباقين راهي اول بنكة تحلت في النيجر حلتها بنكة دول بلاس من عرش كان عندي الحق نقول اسمها ولا وما السوني بانك ستون فيليال متاع بنكة تونسية اليوم اللي تلقى بونوك اخرى ونعرفوها مغربية متواجدة في تونس وتركيا معناتها شيء يجعل قلب معناتها هذي كنا سباقين وقبل ما الدول كما روسيا كما امريكا كما اليابان اللي عملت اتكاد ود البارح في تونس معناتها ثم ايرادة كبيرة يسر انك تدخل للسوق الافريقي اليوم نلقا ورواحنا كتوينسة مهمشين في هل الخضم العالمي الكل وضيعنا بلاسة ضيعنا بلاسة كبيرة يسر ضيعنا بلاسة كبيرة يسر اللي كنا نجمو كان نخدمنا كما يلزم ونفهمو ونحطو الميكانيزم كيفوه من اللوجيستيك ونحن لازم نحكيو على بورترادس كل ما نحكيو نحكيو على بورترادس من تشريع من تشريع قاروني عنا ازمة في تونس زادة مشكلة كبيرة تونس تونس بيش تمشي لإسطنبول وبيش تعاو تجر معناتها بيش تضيع عنهارين في المشي والجي معناتها هذي كما يقولوها يفشل عجيلي للمصدر واختلي عنا خطوء أماكن كما سينيغال ولا كما أبيجان ولا كما كذية اللي حمد لله حتى لليوم ما زالت شدة روح النقلة الوطنية وان شاء الله تكملت شدة وما هذي ملحواج اللي تسرع ولي تعطي نفس للمصدر بيش يكمل ويواصل هذي الكل قاعدين نخسروا فيه بالمشاكل كما قلت سيادتك متاع التونسير كما المشاكل الكبير برشة متاع بورترادس اللي بالحق ما حتى شيحاش وخرنا برشة في ميلاي الميال العميقية متاع قاعدين نوخر هذي موضوع يطول الحاديث فيه وما بالحق قاعدين نوخروا برشة على المستوات الكل المستوات التشريعية هم هم يأتي اليوم انت اللي 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 صليد متاعك تقوله تطاله بقانون في قانون المالية اثنين وعشرين تقوله بيتخلص الاداة على القيمة المضافة الفامو ارتيكل سين كون دو سين كون دو هبا معانتا شاركة جون بروموتور رأسمالها عشرين الف دينار بالله كيفاش معانتا تحب منه معانتا وذي هي واقعة معانتا اليوم احنا في اكتوبر وقعدين نشوف وش قاعد ساير معانتا هذه حاجة بالحق من الحوايج اللي المشرع يلزموا يفهمها فما أراه فما حوايج نجموا نحاولوا ونكنا وطنيين ونكنا نعرفوا اللي عنا ازمة متعمالية في البلد لكن فما دي سكتور ما يجبك تمسهم السكتور متاع التصدير والسكتور سكتور بشتقيس بي حجم تقدم لهم حجم الصديرات مهم برشا ما نشوفوش الواردات شوفو أنا نحب المصدرين معاناها بش نوصل حتى نعكي بلوغة معاناها عاميا نحب المصدرين لأنه المصدر يدخل في العملة الصعبة لتونس المورد صحيح معاناها أحيانا مضطرين لبعض المواد لكن ثم لأسف الشديد في تونس في السنوات الأخيرة استيراد لمواد هام وهائل من العملة الصعبة لذلك مستقبلنا في التصدير ولا شيء غير التصدير والنقطة أخرى نحب نضيفها للأستاذ اللي قاعدت عبطل في الصديرات زادة هي الاتفاقيات مع بعض الدول اللي مهيش مفعلة كما يجب الدول هذه مثلا صدرنا كميات كبيرة وميزاننا التجاري مختلة معاها في المقابل لدينا إمكانيات بش نصدرولها لكنها تسكر في وجوهنا الأسواق ونحكي على بولدان مغاربية في هذا الإطار اللي سكرت المغرب عنده سنتين تالية أو ثلاثة سنوات نتذكر حط قايمة من المواد اللي يمنع استيرادها من تونس لأنه اكتشف أنه الميزان التجاري مختل مع تونس تونس تصدر أكثر من اللي تستورد من المغرب الجزائر نفس الشيء معناها عنا اتفاقيات مفعلة لكن مسكرة في وجوهنا بعض الأسواق اللي تجاري مع بعض الدول اللي معروفة لهاي الجزائر تركيا والصين يا إما باش تقبل كما نشري أنا من عندك بعض المواد تقبل باش نصدر لك أنا مواد أخرى يا إما الراجعوا لاتفاقيات الثنائية أنا هذا رأي يلزم الدولة تفرض رأيها أنا موافقك على طول في الكلام اللي تقوله لكن كما نقوله بالعامية واحد ينظف قبل ما ينظف ينظف قدام داره فما حويش نجمو نعملوها أحنا للمصدرين متاعنا إننا ندعموهم إننا نسهلو لهم الدنيا إنهم نحيو لهم لذيبستاك اللي يلقاهم مع الديوانة مع القباضة مع كذا باش يتفرغ رأيهم لستركتور الإكسبرتاتريس متاعنا رأيهم سوصان هذا اللي يقلق برش خطان الشباب مع تي إنه يضيعلك وقت ونهار كامل هو مع البنك خطر عنده شيك مع الديوانة اللي يولى معناتها معضلة من المعضلات كيفاش تحب نحكي على الانفيرونمون هذي الكل الانفيرونمون الهذي الكل وصعيب ما وصلتش للبلدان الأخرى كما المغرب وكما تقول فيه صحيح 3000% والجزائر والتركيا هذي الكل متفاهمين فيه لكن أعطيني أنا الماكينة متاعي تخدم كما يلزم خطر فما مجالات كما حكيت على موريتانيا برجالي موريتانيا مسهلة هذي أنا أعتبر اللي فما حويش سريعة جدا نزمة تعمل ما وصلتش للدعم المباشر كما اللي تقوم به مركز النهوض بالصديرات أتر افير الفوبروديكس اللي اليوم على الأسف شديد قاعدين نلاحظوا البارح بارك اخرج قرار جديد عمالا صعبا في الدنيا للمصدر نحكيولو على سييك سانك سييك سانك هذي ما تنجم تاخذها إلا ما تخلص مية في المية في الفاتورة معناتها خلطة كاردونة منقوبة ولا فيها مشكلة لك اليوم نقصلك مئتين أورو لا هذيكا ما عندك الحق معناتا خسرت كما قوله القرتلة واللي في وسط القرتلة دونك فمح ويهي جرائي أغزر معناتا إياه عنا عقلية باش نعاون المصدر كما بعض البولدان اللي حكيت اليوم سياتك اليوم البولدان هذو ما يبيعوا في البسكوي في تونس أرخص من التونس وهذه حاجة معناتا نفهم وليفهم دمبين في الحكاية معناتا خاطر البورسة العالمية متع الفارينة معروفة البورسة متع الزيت معروفة معروفية كيفاش تلقى باكو بسكوي في وسط جراند شورفاس في تونس أرخص من المتج تونسي وفي المقابل أنت تسكر أسواخك في وجه كنجي نصدر تمنع تقول لا ما نقبلش الدقلة التونسية ما نقبلش البسكويت التونسي ما نقبلش الكاذاية التونسية يهبطوا في مواد كبيرة معناها وطويلة وفي المقابل أنا أعطيك امتياز مثلا كنشري من عندك الغاز ومنشريش من ليبيا مثلا ولا منشريش من دولة أخرى خليجية فكيما أنا نبجلك في عمليات الاستيراد ونحب الربحك أنت قبل غيرك أنت زادة يجب أن تعاملني بمعاملة بالمثل وتكون ثم نوع من المحابات بحكم أنا زادة نحاب فيك مانيش قاعد مثلا مواطنيك في السياحة مانيش قاعد نشرت عليهم الدخول بالعملة الصعبة والدوفيز قاعدين يدخلوا مثلا بدينار تونسي تصرف في السوق السوداء وكذا فأنا خاسرة معاك في نهاية المطاب يجب أن تعاملني بالمثل هنا الدولة يجب أن تفرض ويجب أن تكون قوية وتفرض معناها رأيها على هذه الدول اللي ما كناش نعيشوه سابقا نقبلنا 14 جون في 2011 حبينا ولكرانا كانت عنا دولة قوية وتفرض شروطها على عديد الدول في هذا الإطار هذا كمال عادة موافقك فيه لكن لا يجبش ننسيه حاجة أنا أمضيفة على كلامك معناها مصادقك في اللي تقول فيه ومغتنع به معناه صحيح ما في المئة لكن نوع من الإضافة اللي حبيتنا نقوله اللي التجارة العالمية رانوالينا كيمة قرية قرية صغيرة قرية صغيرة قرية صغيرة فما الجندارم دي كوميرس انترنشونال اللي هي المنظمة العالمية للتجارة المنظمة العالمية للتجارة هذه أعطاتك إمكانيات بش تنجم تليميت ولا تحدد ولا كذا لكن ما تعطيكش الإمكانية تواحد الدول اللي حكيت عليها ما تعطيكش الإمكانية بش تعمل بريير على الانترين من نوع البردوية هذية ما عندكش حق تجيبه كيما إحنا حكينا وخرج في الإعليم الأسبوع اللي فات نحكيه على الماكلام تاتس ولا البرفان هذية هم همش قابلين مواد تونسية مش نحكي عليه نحنا لا لا متفهمين حتى الدول هذوما حتى الدول هذوما ممنوعة عليهم فما أربيتراج انترنشونال ما كانش فما الإرادة الصحيحة باش نحط والعباد كيفوه باش نخلينا نرجع نفس الشيء بالنسبة للموضوع نحكيه معانتها فما البلدين اللي نحكيو عليها فما الورجانيزاسيون موندية الديكوميرس فما شكاوية تعمل فما إجراءات تأخذها كيما اليوم أنا نعتبر من الحلول ونحن حكينا على التوريدي حلول العاجلة خاصة حلول العاجلة نسيبو الأكسبور نسهلو الدنيا الفصل هذي اثنينة وخمسين وره يظهر لي بطريقة واضحة انو لزيكس بورتاشيون متين على الافريق قاعدين ينقصوا السيد اللي كان يبعث لك في شتر كونتونير متاع متاعجبس وشتر كونتونير دهن وشوية بولونات وكرويت اليوم ينبلو الموين فنانسي باش عمل الشيء هذي هذو كيما يقولوا اقتيرة مع اقتيرة يعبي وستل بالنسبة لنحنا يواعين بشي هذي وقاعدين نحاولوا باش نتجاوزوا الاشكالية هذي اللي صارت الحل الثاني اللي هو الجذري ولي طالبنا به احنا قبل تطبيق الفصل 32 وخمسين يلزم الرقمنا ما راو معنى شحل اليوم ما راو غير الرقم ما راو هذا ما جال اخ من معلومات وصلتنا انو الرقمنا وليت تلمان primordial اي ارجنت باش تسهل العملية للمصدر كو سوا اترافر تتين كو سوا اترافر سند كو سوا اترافر مركز النهوض بالصديرات اللي الفو الالفو 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 اكثر ما اللي تتخيل معنى معنى يلزم نحسبوه الوقت اللي عاديه المصدر وهو يريقل في دوز ما عندوش الامكانيات كيما الشركات الكبيرة اللي تعمل لك دي بارتمن كامل اللي يبلفو بروديكس رانا لستركتور متاعنا سو دي pme pme صغار بكل معنى ما عندوش الامكانية باش تجي انتي تقول له تهبط له تشيكليست متاع خمسين اندوكمان ودميسيلياس دو تيتر وفاكتور دو ترانسپورتر و دكلار بتاريقة مباشرة موجو بتاريقة غير مباشرة معنى الفاصل ثمينة وخمسين وخلاص معنى ولينا الشركات التجارة الدولية والشركات المصدرة كما تعرفوا معنى 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 حتى افونتاج راو قاعدين نشوفوا معنى نخلصوا في اللي زنبو كما تخلص الناس كل وذا واجب علينا ومقتنعين بيه لكن سهل لنا الدنيا ياخير نخلصوا باللزام مجزو مشتعامل كما نس كل على خدرك تدخل في العملة الصعبة بالعبس زل فما نوى من المحاببات فرح انا رافي وما عطيني سهل الدنيا سهل الدنيا سهل الدنيا دولاردوان سهل الدنيا اني من بيرويا النجم نعمل ديكلاراتيون اني النجم نبعث لدوكيمون للفوبروديكس نبعث هم لونسكني هم لونسكني هم لونسكني هم لونسكني هم لتجيبهم لتعاوض تصبهم لأوريجينال ممسيس سي افير دورمي لدوبور راي حكاية منا وكاية معانت هالنوسيون بتاع وقت معانيش جملة في مخالخنا العباد اللي تخدم في التصدير راي بنسبة لها الوقت اهم حاجة والوقت راي مهم في الحاجات الكل راي مش كين في تصدير اكهو سيفويد خلينا بشيختموا معاش برشة وقت بشي نكملوا معاك في الحلول مهمين راي اللي لازم نركزوا معهم كما السوق الافريقية اللي اللي حكينا عليها معانيا قبيليك اليوم عاليش نقوده مركزين كان مع السوق الاوروبية اكهو بصحيح مهم مهمة ونقوده محافظين عليها اما انتجهوا السوق الافريقية في اقرب بواقت راح نتليفة بالمئة معانيا وفي تاري نو في اه اتجاهنوا بعد عامين تولي خمسة من المئة هيدا رقم هتلاثة في المئة تعرف اه شكون يعمل فيهم هم ثمانين في المئة مثل ثلاثة في المئة هذي كيعمل فيهم بالشركات التجارة الدولية هم بش نبسطوا للمستماع هم 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 يدخلو لك في زوز مليار دوائد دوفيس في الأفريق. هذوما هما الثلاثة في المياه ثمانين في المياه منهم شركات تجار دولي. هذوما اليوم أنا نأكد لك أنه مفماش حتى أربعين في المياه. طاح بشطر الشيفر. علش؟ خاطر يمشي يشري الدهر من عند يشريب التفياء. يمشي يشري الجبس كيف. كل شيء في التفياء. وباش يسترجع. أداء على القيمة المضافة متاعه. نحكيه على أجال طويلة برشا. المعضلة الكبيرة ياسر اللي عنا في تونس واليوم ما في بيلكم شنو سار في التهمة. معانتها اللي تود انتريه. رو ما يزمحوش المصدر بش يعمل هامش ربح. وباش أمبارا ليه لي خلص ديزانتريه للبنك. شنو ربحه هو. زيدهم ليفريد وفوياج متاعه والإقامة والمصروف والعشيوات والكدوات بش ينجم يقاوم. وزارة تجارة ما تتقادش معاكم ما تسمعش مشيغل القطاع ما نعرش انا ولا. مش وزارة تجارة بس ما منفضلك. وزارة تجارة وتنمية الصديرات. وتنمية الصديرات. وتنمية الصديرات. على أسف الشديد. ما تستمعش شديد. وزارة المالية هي اللي تاخد في قرارات منا وحكاكة ويلزمنا. أب سوليمون فهموا على هرم في السلطة انه التصدير رو قطاع استراتيجي للبلاد. رو قطاع تشغيلي. أراه بلايش بي هو اليوم كي نقعدوا. أراه حتى معامل صغار موجودين في جعفور وفي تشغة وفي جبنيانة وفي كذا. أراه هذوكم ما عندهمش ميكانية بيش يطوروا في العمل المتاح. هذي الكل يجب نفهموه ونعاوه به. نرجعوه للحلول كانت تسمح. في ثلاثة كلمات. يزن نلقاوه حلول في البوتراتس. أول حاشا. اللي هو المشكلة الكبير فيه. اللي هو مشكلة عاويسة جدا. حكيت لي على السوق الروسية في كليمتين. تعمل البابور في وقت من الأوقات بيش يهز السلعة التونسية الروسية. وقفها خطر. ملقاوهش الحلول ومفميش البابور كيزموه يمشي معبي يرجع معبي. صارت صارت مشكلة. نمشي لحل الثاني. أنا أخويا ما نمنعش بيش نعمل الامبرتاسيون بتاع مكلة لقطاتس ومتاع البرفانات. خات البرفانات ونطل بارنتيز راو. الماتيري بروميير متاح ومناعمله في الامبرتاسيون متاح. ماننسيوهش للفينومين هذي. أنا أخويا جانستور بالنسبة للإستيرات. تاكس سوسيال نسميها. التاكس سوسيال هذي. نخول بيها باش نعاون المصدر وباش نعاون المصنع على التونسي. المية في المية. قاعدين نحضروا ونعيشوا في ديزان ديسترياليزازيون تاع البلاد راو. وهذا يختير جدا جدا. معنا ما فيها باس. اللي حكينا عليها بكري. يعطاتك دي ميكانيزم باش نجم التبقهم. أنا ما أنا منعش. ما نقول لش بردوية هذي. ما تخلش بردوية. معناتها أنا نتصور اللي كونسيي اللي في أعلى الهرم يعرفوا الشي هذا ويمشيوا في الإطار هذا باش نجموا منعوا بلادنا. باش نجموا نمشيوا سور ديزاند بوزيتيف. بلادنا راي عندها مستقبل كبير يسر. بلادنا راي في التصدير نجموا نعملوا حويش خارقة لعادة. أكثر من نتخيلوا. نمشوا للحال الثالثة. الحال الثالث نلقاه حال في الفنانسمن. الفنانسمن فما كان ميكانيزم في في الكنسي سورييو دو الإكسبرتشيون يعطي الإمكانية. كي أنت باش تاخد قرض باش تصدر. نعم. يعطيك أنتو بريفيرانسيال. يلزم الميكانيزم هذي نعاود ونفعلوه. خطر اليوم بنوك ما هيش تفعل فيه مع الأسف الشديد. وذي قاعد يخلي برشة مستثمرين يمشيوا لأوروبا يمشيوا لتركيا. فعلا في شيء مش ماشي مع التنمية في البلاد معناها بالموازاة. ما هيش قاعدة تشجع في الاستثمارات وتشجع في المصدرين. حتى العقلية قامنا باختصار. العقلية التونسية والتي مستكينة وتقبل بالتوريد. المادة الفلانية مثلا ماشي قولكها وبعثنا بشي نجيبوا السكر من البرازيل ومن الهند وغيره. وماشيين نحو الواردات. في عوض معناها نمشيوا نحو التصنيع والتصدير. للاسف ماشيين وتبدل العقلية مع الوقت ومرتحين بالتوريد. في عوض مثلا قطاع قطاع البترول في عوض نوسعوا من إنتاج الآبار متاعنا البترولية ونزيد ونعملوا اكتشافات. عجبتنا حكاية التوريد وسكننا لها وقعنا. وأهل القطاع عندهم الحلول والقابل الحلول بيقولوا شنو ما الحلول. يعني هاني قسين كننا في ذهما كهو سفرية. الحلول موجودة والديبلوماسية الاقتصادية اللي نحكيو عليها اللي هي من أهم الحوايج اللي نفعلوها. قاعدين في كونكتا انترنسيونال وعنا ميشن في في نوفمبر اللي تشيكي وعنا ميشن في ديسمبر اللي الكود إيفوار. قاعدين نحاول ونخدموا في خدمة باش نخدم باش نغطيه شوية هالنقص الفادح اللي عنا في الدبلوماسية الاقتصادية. مع الأسف واحنا نتمنىو انو رئيس الدولة انو الوزارة يكونوا معانا في اللي ميشن هادوما انو نحكيو على وزارة تصدير كريمان باش نجم الدعم الصديرات راو قطاع حيوي ويزينا مش شعبوي. حد لنا من العجز اللي تجري يعطيك صحة شكرا لك سوية قديش رئيس كونكتا انترنسيونال يعطيكم صحة شكرا لكم لسكل على الاستماع حميدة الزغدودي والفنسيب كوثر اللي بجي ويميش دي عطيك صحة كيف كيف شوية تلقى وموني حميم حاضرة معاكم في توب سبور يعطيكم صحة لسكل فيلمين. تونس اليوم على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نوستطف الهوية الرقمية على الجوال إي هوية هي أول هوية وطنية رقمية موجهة للمواطن تمكنوا من نافذ الآمن إلى الخدمات الإدارية واستخراج الوثاق الرسمية على الخط هويتك الرقمية تسمح بتعريفك عن بعد ومرتبطة برقم هاتفك الخاص وتمكنك من الإمضاء الإلكتروني وتأمين معاملاتك وإتمام الإجراءات الإدارية على الخط بطريقة سهلة ومبسطة على مدار الساعة دون الحاجة إلى التنقل أطلب هويتك الرقمية الآن مجانا وذلك بالتسجيل عبر البوابة www.e.tn وبإدراج البيانات المطلوبة منك ولإتمام تسجيلك نقل إلى أقرب وكالة تجارية تابعة لمشاغل الاتصالات الخاصة بيك وللتصرف في هويتك الرقمية قم بتحميل تطبيقة إي هوية على الجوال وادخل معرفك الرقمي ورمزك السري اللي يوصلك في رسالة قصيرة SMS إثر الانتهاء من عملية التسجيل هويتك الرقمية للولوج الآمن للخدمات الإلكترونية ماتشويت بونتويت مركاتويت انتدابات تحكيم مواعيد وبرش أخبار رياضية في توب سبور أهلا وسهلا مرحب بيكم ومرحب بكل متتابعي ياضع على إذاعة الشباب في ثانية